لغة الإشهار فليتقدم أحد السادة النواب محترمين بطرح سؤال تفضل السيد نائب ما هو الإجراء الذي ستتخذونه لإصلاح وضعية اللغة والمشاهد المخلة بالأخلاق التي نراها عبر الإشهار المرئي والمسموع وشكرا كلمة السيد الوزير تفضل تفضل السيد الوزير بسم الله الرحمن الرحيم أولا من ناحية القانونية تم إحداث لجنتين للأخلاقيات الأولى بالشركة الوطنية إذا عودت الفزاو التانية بشركة سوريا القاناة التانية وهي لجن معنية بالصهرة على احترام تطبيق مجموع المقتضايات المرتبطة بالأخلاقيات في ضفاتر التحملات حتى يتم من جهة احترام استقلالي الإعلام العمومي لكن من جهة اخرى توفير آلية لتطبيق ما جاء في قانون التصالي السماعي البصري بخصوص الأخلاقيات والأخلاق والأدب العامة من هنا هذه دعوة لعموم المواطنين ودعوة لعموم الجمعيات والهيئات إذا كان هناك عائق توفر على صفة المنفع العامة من أجل اللجوء إلى لاهاكا وهي العليا التصالي السماعي البصري فإن هذا العائق غير موجود بالنسبة للجنة الأخلاقيات توجه إليها مباشرة حتى تستطيع إصدار قرارات وتوصيات تهم هذا المجال الخطوة الثانية التي اشتغلنا عليها وتهم مباشرة مراجعة قانون التصالي السماعي البصري بخصوص صورة المرأة والآن مشروع التعديل هو بين يدي اللجنة هناك مقتضاية أخرى قطرحت من أجل تعزيز التعديل حتى نستطيع أن نسجم مع القيم الحضارية لبلادنا الأمر هو بين يدي اللجنة النقطة الثالثة والتي أيضا تم الشغال عليها وهي قوية اختصاصات الهيئة العليا التصالي السماعي البصري شكراً سيد وزير تعقيم الأحد السادة المؤمنة تفضل سيد الوزير شكراً على التوضيحات التي أدليتم بها ولا حاجة لإعطاء امتلا عن بعض الوصالات الإشهارية المرئية والمسموعة والمقرؤات وعن بعض المسلسلات فأنتم تتتبعون بعضها وما إن بغي توضيحه انزعاج بعض المواطنين من بعض هذه الوصالات الإشهارية انزعاج في لغة الإشهار انزعاج من بعض الصور غير اللائقة والمخلة بالآدب إن عيون وسائل الإشهار تركزت على جيوب المواطنين وإقناع المشاهد والقارئ بكل السبل لبيع من توجاتها وهذا أدى إلى طغيان التسطيح ودغدغة الأحاسس السيد الوزير الإشهار يجب أن يكون مؤطراً حتى لا يخرج عن مقومات وعادات المجتمع المغربي حرية تعبير لا تعني تسيوبة في الإشهار سيد الوزير صخب غامر ذو ألف صوت يملأ جو الحياة بالكلمات المضخمة الجوفاء وفتنة مغرية للصور والأصوات تحول اللغة الخاصة بدنيا الفكر إلى دنيا الغرائز وتأثير غير محسوب يخدر الرأي العام سيد الوزير شكراً سيدنا إنما أنتم هل هناك من تعقب إضافي أنت لم يكن